السلام عليكم ورحمة الله كيفكم اصدقائي معكم حمزة من قناة ميدزو اول شي بدنا نبارك لطلباء الناجحين في امتحان التوجيه ان شاء الله الف مبروك واللي ما حالفهم الحظ ان شاء الله بالمرات القادمة اليوم ان شاء الله رح اكون معكم لاتكملوا مشواركم التعليمي بشرح لمنحة دافي في الاردن المنحة موجهة لطلاب البكالوريوس خلينا نشوف شو هي الشروط وكيفية تتقديم على هاي المنحة بالبداية يا جماعة بدي احكيكم انه منحة دافي فتحت بالتزامن مع صدور نتائج الثانوية العامة التوجيه الاردني لعام 2021 ولكن السنة هاي طريقة التقديم بتختلف نوعا ما او قليلا عن السنوات السابقة رح نشوف شو هي مميزات هاي المنحة شو هي الشروط التسجيل على هاي المنحة وشو بيلزمنا من اوراق لحتى نجهزها طبعا المدة المفتوح فيه التقديم على هاي المنحة هي فقط ست ايام فلازم نجهز كويس الاوراق لازم نتعب على بعض الاوراق على بعض رسائل الدافع اللي نحنا رح نقدمها للمنحة طريقة التقديم لهاي المنحة رح تكون عن طريق الانترنت طبعا قبول الطلبات فقط عن طريق الانترنت قبول الطلبات او التسجيل على هاي المنحة هو مجاني ولا يتطلب اي دفع لأي رسوم فاذا بيجي حد بحكي لك انه والله انا بقدم لك على المنحة بمقابل مادي هذا اشي ثاني هذا هو مثلا بدي يساعدك بالتقديم على المنحة بس ولكن كمفوضية هي ما بتأخذ ولا قرش بالنسبة للتقديم على هاي المنحة ففي البداية خلينا نعرف شو هي الشروط اول شرط واهم شرط لازم يكون الشخص مسجل لدى المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين وهي بتشمل طبعا جميع الجنسيات لانه نعرف احنا انه منحة الدافي هي موجهة مش فقط للسوريين وانما للجنسيات الاخرى كعراقي سوداني اي جنسية اخرى لازم يكون خريج الثانوية العامة يعني حصل على شهادة الثانوية العامة بسنة 2021 يعني بالسنة اللي نحن بدنا نقدم عليها على المنحة بدي يكون السن لحد الثمانة وعشرين سنة او اقل بدي يكون متفوق اكاديميا حصل على معدل يتناسب مع التخصص اللي هو بدي يختاره ونحن بنشوف انه المعدلات ما شاء الله بالنسبة للطلاب هي معدلات عالية فحسب معدلك اللي يجبته في التوجيهي انت اختار التخصص اللي بناسبك وحاول ما تختار تخصصات قريبة جدا من معدلك لانه المعدلات جدا عالية ففيه بكون حدا معدل وآله من معدلك بنافس على نفس التخصص اللي انت بتبحث عنه وبالنهاية هي قسمة ونصيب وهي حضوظ فانت ممكن تختار تخصص غيرك ما بفكر فيه فممكن تكون يحالفك الحظ فانت يعني تحصل على هذا المقعد ايضا انه غير مستفيد من اي منحة اكاديمية اخرى بدي يكون اكيد شخص مش حاصل على اي منحة عدم وجود الامكانيات المادية ليكمل التعليم العالي بدون منحة دراسية بدك تثبت لهم انه انت مش قادر ماليا من خلال رسالة بسيطة من خلال سطرين ثلاثة نحن نكتبهم بتقديم الطلب رح نعبر فيهم الصعوبات اللي نحن بتواجهنا اذا بدأ ندرس على حسابنا وفيه شرط كتير مهم انه ما يكون فيه حدا من افراد العائلة مستفيد من منحة دافي في الوقت الحالي يعني اذا فيه لك اخ على منحة دافي انت طلبك رح يتكنسل ما رح يقبلوه والمهم جدا جدا انه منحط الف خط تحت كلمة جدا انه يكون فيه عندك دافع قوي للمساهمة في المجتمع منحة دافي بتركز كثير على هاي النقطة بصراحة النقطة هاي والنقطة اللي قبلها اللي هي انه ما يكون عندك امكانية مادية لإكمال دراستك ويكون فيه عندك دافع قوي فهذول النقطتين هن تقريبا الفيصل في قبول الطلبات او قبول الاشخاص في هاي المنحة طبعا الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 22-8-2021 يعني معنا ست ايام من تاريخ صدور النتائج طبعا التقديم على الطلبات حكينا انه نحتمع عن طريق الرابط الرابط موجود في صندوق الوصف تحت الفيديو طبعا هما بيشترطوا انه يكون في عندك ايجادة للغة الانجليزية سواء اذا اخترت التخصصات اللي بتكون تدريسها باللغة الانجليزية وهذا الاشي بيكون عن طريق المقابلة رح تكون مقابلة رح يختبروك نوعا ما يشوفوا كيف طريقة محادثتك باللغة الانجليزية عندك تمكن من اللغة الانجليزية او لا المنحة مخصصة لتخصصات الاربع سنين فقط تخصصات الهندسة الصيدلة الطب للأسف مش مقبولة او مش مطروحة ضمن هاي المنحة طبعا الجامعات اللي رح تغطيها هاي المنحة رح نحكي عن الجامعات اللي بتتغطى ضمن هاي المنحة في عنا جامعة عمان العربية في عمان وجامعة الحسين بن طلال في معان جامعة آل البيت في المفرق جامعة اربد الاهلية في اربد وجامعة العقبة للتكنولوجيا في العقبة وجامعة جدارة في اربد وجامعة الزرقاء الخاصة في الزرقاء وجامعة مؤتاء في الكرك طبعا منحة الدافي بتشجع الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة على انهم يقدموا على هاي المنحة ففيق لهم كراسي محددة فنحن منشجع اي شخص من ذوي الهمة ذوي الاحتياجات الخاصة انه يقدموا على هاي المنحة زي ما حكينا التقديم على هاي المنحة يا جماعة هو مجاني مية بالمية سيتم التواصل مع الطالب المؤهلين المرحلة الاولى بالمقابلات رح يتواصلوا مع الطلاب اللي تأهلوا للمرحلة الاولى طبعا تأهل الطالب للمرحلة الاولى لا يعني انه هو انقبل من منحة وانما رح تصير في عنده مقابلة شفهية وجاهية او عن طريق الزوم اذا ما سمحت الظروف فبعد المقابلة بيبين الطالب اذا انقبل او لا فحاولوا تثبتوا جدارتكم من خلال المقابلة خلينا نشوف شو هي الوثائق المطلوبة عند ملء الطلب وعند الحضور للمقابلة يعني نفس الوثائق رح نحطها لما بدأ نعبي الطلب او بدأ نروح للمقابلة اول شي في عندنا صورة شخصية شهادة الثانوية العامة الاصلية وصورة عنها يعني احنا رح نرفع على الموقع الشهادة الاصلية رح نصورها على اسكانر ونرفعها نسخة من شهادة طالب اللجوم للفوضية السامية اللي هي ورقة المفوضية بدهم بطاقة امنية وجواز السفر للجنسيات غير السورية يعني الجنسية السورية بطلبوا منهم بطاقة وزارة الداخلية اللي هي الهوية الامنية وباقي الجنسيات رح يطلبوا منهم جواز السفر بطلبوا ايضا كشف العلامات للثانوية العامة وصورة عنها بس تقريبا هاي اغلب او كل الوثاق المطلوبة طبعا في خطل المعلومات بالنسبة لمكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للواتس اوب اذا في اي استفسار موزع على كافة المحافظات ان شاء الله هلأ بصندوق الوصف بتلاقوهم تحت الفيديو كافة الارقام اذا بدكم تتواصلوا معهم طيب بعد ما عرفنا شو هي الوثاق المطلوبة شو هي الجامعات شو هي الشروط رح ننتقل مباشرة الى التقديم التقديم على هاي المنحة يا جماعة زي ما اتفقنا هو عن طريق الانترنت فتدخلوا على الرابط تحت الفيديو رح ياخذكم مباشرة للصفحة الرئيسية للتسجيل تمام بعد ما كبسنا على الرابط رح ياخذنا على هاي الصفحة هاي الصفحة رح نلاقي فيها انو نحنا بدنا نعمل حساب على موقع اليو ان اتش سي ار بعد هيك نسجل على هاي المنحة فبكل بساطة من روح لهون لتقديم الطلب والتقدم للمنحة يرجى انشاء حساب جديد من خلال الضغط هنا نكبس على كلمة هنا فبيوخضنا الى صفحة مشان ننشأ حساب جديد بكل بساطة انشاء الحساب يطلب بريد الكتروني شخصي وكلمة مروف فمندخل المعلومات تخاصة فينا نحط الايميل كلمة المرور جديدة منكرر كلمة المرور ونعطي انشاء حساب طيب يا جماعة بعد ما سجلنا البريد الكتروني وكلمة المرور رح ياخذنا على هاي الصفحة في هاي الصفحة منلاحظ مكتوب حالة الطالب او الطلب لم يتم تسليمه بعد يعني نحنا لسه ما عبينا الوثائق وما عبينا الطلب لحتى ان قدموا التقديم على منح الداف فيه هو سهل جدا بدنا نعبي بكل بساطة هاي المعلومات كاملة من بيان الدافعية الى اقرار الموافقة بكل بساطة رح نبلش من هاي الصفحة اللي نحن فيها الرجاق يرات الأسئلة والإجابة عنها بشكل جيد ان اعطاه معلومات خاطئة سيقوم بالضرورة بإقصاء طلبك وتحمل الطالب مسؤولية كاملة عن ذلك يمكن تقديم الطلب واحد عبر الانترنت فقط يعني نحنا ممكن نقدم طلب واحد فقط هذه المنحة لمستوى درجة البكالوريوس فقط فبالبداية رح نبلش من هون هل لديك حاليا اي من اخوتك او افراد اسرتك طالب بمنح الدافي اكيد لا اللي عنده يا جماعة ما رح يحصل على المنحة فالما يتعب حاله ويسجل على منح الدافي فمنعطيه لا نعطيه بعدين الصفحة التالية رح ينقلنا مباشرة على الصفحة الثانية اللي هي بيانة دافعية من اهم الصفحات ومن اهم الفقرات بالنسبة للتقديم على المنح الدافي هي بيانة دافعية بيانة دافعية أنا شو الإشي اللي بيحفزني واللي بيدفعني لإني أكمل دراستي بالبكالوريوس أكيد جميعنا منحلم وعندنا دافع أنه نحن نتخطى التوجيه لحتى ندرس جامعة هذا الشي موجود عند الكل ولا إحنا ما كنا درسنا توجيه بس ولكن في فروقات في شخص متحمس كثير في شخص عنده دافع كبير لأنه يكمل دراسته الجامعية في شخص أقل نسبة في بيانة دافعية بدأ نتعب عليه شوي بدأ نكتبه بتأني بمعلومات مؤثرة بالنسبة للمنحة دافع قوي جدا لأني يقبلوني بهاي المنحة رح نغطي النقاط التالية يا جماعة دافعك للدراسة والتطلعاتك المهنية وخطوطك المستقبلية خلينا نكون شوي بعيدين عن النمطية لما نحكي أنه والله أنا إذا بدي أسجل أي فرع فرع طبي مثلا بدي أحكي والله أنه أنا من الظغر حلمي أني أدرس طب أنا والله بحب أني أدرس طب لا خلينا نكون نحن أوعى شوي نكون عندنا خطط مستقبلية أنا بدي أدرس مثلا التخصص لفلاني أنا بشوف أنه فيه له توجه كبير بالمجتمع فيه اهتمام كبير من هذه التخصصات المعينة مثلا التخصص اللي أنا بدي أحطه بالي أو اللي بدي أختاره أنا عندي خطة 1-2-3 بدي أشتغل 1-2-3 حابب أني أفتح مركز أني أشتغل بالمركز الفلاني أني أطور شغلة معينة ضمن هذا التخصص ضمن هذا المجال وما في مانع يا جماعة أنه نسأل غيرنا يعني نستفسر عن أشخاص دارسين هذا التخصص وين ممكن يشتغلوا شو ممكن تواجههم تحديات فنحن ممكن في بيانة دافعية نكتب نكتب زي يعني حلول لهاي المشاكل هذا الشي بيقوي ملفنا إذا بدكوا أي مساعدة أنا رقمي موجود بصندوق الوصف تحت الفيديو اتواصلوا معي إن شاء الله وما رح أقصر مع أي حدا منكم ورح نغطي أيضا ببيانة دافعية وضعك الشخصي والعائلة والاجتماعي والاقتصادي الذي يبرز استحقاقك للمنحة الدراسية هون حكينا عن الوضع الاقتصادي وضعي المادي أنا شخص ما بقدر أني أغطي تكاليف الجامعة وضعي الشخصي أنا شخص شغوف للعلم محب للعلم أخذت التوجيه عشان أكمل دراستي أرفع راس عيلتي أنا الشخص الأول في العيلة اللي هو بدي يدرس وضعي الاجتماعي كيف أنا شخصيتي مع المجتمع عندي تطوعات بروح باجي هالأمور هاي كلها بنا نغطيها ببيانة دافعية والاهتمامك ورح نغطي الاهتمام بالعودة إلى بلدك الأصلي وإعادة بنائه في حال استعادة السلام إن شاء الله إذا كلنا رجعنا على بلداننا على سوريا على اليمن على السودان على العراق كيف ممكن أنا ساهم بدراستي لهذا التخصص بحيث أني أبني مجتمعي لأنا رح أرجع عليه نحن بنرجع على بلدان متهالكة بسبب الحرب بسبب الصراعات فأنا كيف ممكن أساهم في بناء هذا المجتمع من خلال دراستي لهذا التخصص وأي تفاصيل محددة تتعلق بموقفك مثل عدم وجود وثاق وشهادات هذه نحن نشرح فيها ببيانة الدافعية أنه أنا شخص ما عندي يعني هاي الطريق الوحيد اللي أنا ممكن أكمل فيه دراستي ما عندي شهادات أخرى ما عندي خبرة بأي مجال ثاني حابب أشوق طريقي من خلال هذا التخصص وإلى آخره نكتب بيانة الدافعية هون يا جماعة مباشرة بس أنا بنصح أنه ما نكتبه مباشرة على الطلب نجهزه على ورقة نعدل عليه يكون منسق يكون مرتب يكون الأفكار فيه واضحة بعد هيك بنرجع بنكتبه على الطلب بس نكتبه بنعطيه الصفحة التالية أنا ما رح أكتب هاي أسا أي شي فممكن أني خربش هاي شي الصفحة الثانية يا جماعة رح ينقلني على المعلومات الشخصية المعلومات الشخصية في البداية رح يطلب مننا الاسم باللغة الانجليزية الاسم الأول الاسم الثاني ليه هو اسم الأب ورح يطلب اسم العيلة ونافس الشي بالنسبة للغة العربية اسمك باللغة العربية اسم الأول اسم الأب واسم العائلة رح يطلب مننا رقم شهادة طالب للجوء في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رح يطلب رقم الملف كاملا هذا بيكون موجود على يسار الوثيقة بيكون موجود رقم الملف كامل يعني رقم المفوضية كامل وبيطلب مننا الرقم الفردي الرقم الفردي بيكون موجود على يمين الوثيقة يعني بيكون موجود للشخص نفسه الرقم الفردي الخاص بالشخص بيسألنا هون هل لديك رقم بطاقة وزارة الداخلية ساري المفعول هاي لجنسيات السورية انه عندك بطاقة امنية والبطاقة الامنية شغالة تعطي نعم الجنس ذكر او انثى نختار الجنسية في عندنا اغلب الجنسيات نختار سوري يمني عراقي عنوان السكن الحالي سواء كنت في الحضر يعني خارج المخيمات او كنت من سكان المخيمات مثلا نختار حسب وضعك رقم الهاتف مندخل رقم الهاتف واذا فيه رقم هاتف ثاني اخر يفضل يكون فيه رقمين عشان اذا تواصلوا على اول رقم وما كنا ممكن انه يتصلوا على الرقم الثاني بلد الميلاد طبعا بنحط البلد المنشأ او عفوا البلد اللي انت خلقت فيه تاريخ الميلاد بنكبس على هاي يا جماعة بنختار من هون بنختار السنة بنكبس هون مثلا بنظل نكبس لحتى يرجعنا مثلا الفين الفين وواحد الفين واثنين لا احنا تقريبا الفين وثلاث بنختار الشهر مثلا شهر انا شهر خمسة مي وسبعطاش بنختار سبعطاش خمسة مثلا الحال الاجتماعي اعزب ولا متزوج مطلق ولا ارمل الى خير هل لديك اطفال نعم لا بنروحة للصفحة التالية الصفحة التالية جماعة رح تأخذنا على الافراد الذين تعيلهم اذا كنت انت من الاشخاص اللي بتشتغل واللي بتصرف على عيلتك فهم بتضيف الافراد اذا لم يكن هناك افراد تعيلهم يمكنكم تخطي هذا السؤال يعني هذا السؤال مش اجباري بس ولكن اذا كان في افراد انت بتعيلهم هذا الشي لازم نذكره مثلا انا بشتغل وبصرف مثلا على اخوتي الصغار بحط اضافة عنصر انا مين بعيل بعيل مثلا اخوي الصغر مني اختي الاخري بحط اسمه وبحط صلة القرابة شو هو هل انا بعيل زوجتي بعيل والدي ابني الاخري اذا في اكثر من واحد منظل نحط اضافة عنصر جديد وهكذا الاخري اذا ما بدنا نحط ازالة وهذا الصفحة هاي مش اجبارية ممكن نتخطي هذا السؤال بعد هيك رح نقولنا على معلومات الاخوة رح نذكر اخوتنا اللي موجود معنا على المفوضية اضافة عنصر اسمه وشو جنسه ذكره الانثة منضيف اسم والجنس ذكره ولا انثة الصفحة اللي بعدها مختصة بالاشخاص ذوي الاعاقة او ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الهمم منسميهم بفضل انه يضيف شو فيه عنده مشاكل يرجى توضيح ما اذا كنت انت واحد افراد اسرتك لديه اعاقة او احتياجات خاصة هذه مش خاصة لمقدم الطلب ايضا اذا كان مقدم الطلب سليم وفي عنده احد الافراد عنده اعاقة او احتياجات خاصة يفضل انه يذكرها فهون بالصفة منختار انه انا اللي عم بقدم الطلب عندي حاجة محددة يعني انا من ذوي الاحتياجات الخاصة او احد الافراد او المعال لديه حاجة معينة يعني اما احد الافراد الاسرة في البيت او انا او اللي انا بعي لهم هون منحدد شوية الاحتياجات المحددة اعاقة جسدية شديدة ولا معتدلة ولا عقلية ولا اضطراب كلام ولا اشي اخر اذا في اشياء اخرى نكتب اخر ومنحدد شوية واذا ما كان في اي اعاقة او احتياجات خاصة ممكن نتخطي هذا السؤال بالنسبة للوضع المالي للافراد اذا لم يكن لديك افراد في عالتك تعمل يمكنك تخطي هذا السؤال اكيد في عندنا حدا بيشتغل بالعيلة فنحط اضافة عنصر مثلا اللي بيشتغل شو صلة القرابة هل هو اب زوج ابن ابنة الاخره مثلا الوالد بيشتغل شو طبيعة العمل نشرح شو بيشتغل وين بيشتغل وقداش الدخل الشهري مثلا نحكي 300 دينار معه تصريح حمل او لا نختار وسائل حصول على اقامة في اردن ان وجدت ابنة كرها هون اذا في حد ثاني بيشتغل نحط اضافة عنصر الصفحة الثانية بتحكي عن الوضع المالي للامانة يا جماعة هاي كثير مهمة فنحن لازم نكون صادقين لما نعبي الطلب فنحكي بكل صدق وامانة نحن بناخذ مساعدات من اي جهة اول واحدة رح يسألنا هل تحصل عائلة على مساعدات من المفوضية السامية يعني نحن بناخذ مساعدة من المفوضية نعم او لا من اليونسيف من برنامج الاغذية العالمي اللي هو ال WFB هون بيقصدوا فيه الكيبونات كير بتاخدوا من كير مثلا وسائل اخرى قديش مثلا الدخل الشهري كامل اللي بدخل علينا من هاي المساعدات كاملة نحسبها ومندخلها المصاريف الشهرية منحكي شو عنا مصاريف مثلا ايجار المنزل قديش نحكي مثلا 160 النفقات الطبية منعطي اشي تقديري قديش ممكن يكون فيه نفقات طبية فواتير سواء كان فواتير كهرباء فواتير المي فواتير التلفون لكل العيلة نحسب تقريبا لكل العيلة نفقات تعليم نقل المدارس كل اشي نذكر كل اشي نحن موجود عندنا سواء كان مصاريف تعليم مصاريف فواتير الاخرية هون اذا فيه اشياء اخرى ممكن نذكرها نذكر الرقم مثلا 500 دينار انا عندي التزام باشي معين مش شرط اذكر شو هو الالتزام بس ولكن بذكر قديش الرقم هون بجمع كل المصاريف يعني بجمع هاي مع هاي مع هاي مع هاي مع هاي ومنحط اجمالي المصروفات طيب بعد الوضع المالي رح نروح على المعلومات الاكاديمية نحن كمقدمين لهذا الطلب بيسألنا عن وضعنا الاكاديمي هل انت طالب جامعي فيه طلاب جامعة بيكونوا بيدرسوا تخصص معين وبيقدموا توجيهي تمام فنفترضي احنا على الحالتين سواء كنت نعم او لا مثلا انا مش طالب جامعي هل انت من خرجي توجيه الجدد يعني انت السنة هاي تخرجت من توجيهي انت تعتبر من دفعة 2021 نعم سنة التخرج من المدرسة الثانوية اكيد 2021 نختار مثلا اليوم طلعت النتائج 2021 الدولة التي تم فيها الحصول على الشهادة الثانوية انت وين اخطت الشهادة مثلا انا بالاردن عفوا انا اخطت الشهادة بالاردن بكتب الاردن كم المعدل مثلا تسعين ان شاء الله تكونوا كلكم معدلاتكم عالية بعد هيك بحط الصفحة التالية رح ينقولني على الدورات التعليمية شو هي الدورات اللي انت اخذتها سواء كانت دورة لغة تدريب مهني اي دورة خذتها خلال حياتك بتذكرها اضافة عنصر شو اسم الدورة مثلا انا اخذت دورة تدريب مهني دورة ICDL اخذت دورة مهارات حياة communication skills دورة انجليزي لغة كذا الاخرية نذكر اسم الدورة ومين هي المؤسسة ومتى اخذت الدورة اكيد بيكون في عندك شهادة من الدورة فبتذكر التاريخ اللي اخذ فيه هاي الشهادة ومين اللي قدمنا هاي الدورة ممكن منظمة قدمت عن طريق مؤسسة معينة يعني وعلى اخري منضيف كل الدورات اللي انا ما اخذهم وحلو يكون الطالب اللي مقبل على الجامعة يكون ما اخذ دورتين او ثلاث فهذا الشي مشجع جدا لادارة المنحة انه تقبلوا انه هذا الشخص جدا نشيط بيحذر دورات بياخذ دورات فحاولوا فكروا كويس اي دورة ما تستهين فيها دخلوها على الطلب ننتقل للصفحة اللي بعدها اللي هي خطط الدراسية هون نحنا بنختار التخصص اللي نحنا حابين ندرسه بصندوق الوصف بالفيديو تحت ، راح تفديقي مر risk ما راح تغلبه مرد تشوفه رابط راح يجمع كُل التخصصات بكل الجامعات انا شاء الله راح نختار ثلاث خيارات ثلاث تخصصات الاولويهalley اذا ببدا يختارونه راح يختاروا التخصص الاول اذا ما كان في امكانييا راح ينزلوا عن الخيار الثاني اذا ما كان في امكانييا راح ينزلوا عن الخيار الثالث هون راح نحط شو هو التخصص اللي نحنا راح ندرسه ولازم نكتب اسم التخصص مثل ما هو مذكور بالجامعة بعد هيك راح نحط الجامعات المرغوبة أنا أي جامعة بدي مثلا الخيار الأول أنا كان بدي أدرس تكنولوجيا معلومات طب هاي تكنولوجيا معلومات بدي إياها بأي جامعة مثلا حسين بن طلال الخيار الثاني أنا مثلا بدي أدرس تمريض تمريض بأي جامعة مثلا أنا بدي بجامعة الزرقاء الخيار الثالث بدي أنا أدرس مثلا عربي بأي جامعة بدي أدرسه بجامعة موتة وإلى آخره بنختار هون التخصصات وحسب الخيار الأول مثلا اخترت أنا عربي وين بأي جامعة الخيار الأول متزامن مع الخيار الأول بنسبة للجامعة منروح على الصفحة اللي بعدها منعطيه الصفحة التالية بيأخذنا على المنح الدراسية هل أنا قدمت قبل هيك على منح دراسية إذا قدمت منحط شو اسم المنحة؟ حالة المنحة هي منحة كاملة منحة جزئية منحة بتغطي مصاريف بتغطي ساعات بتغطي أي شيء اسم المنحة أو حالة المنحة هون إذا بدأ نشرح شوي تفاصيل عنها بعد هيك بنعطيه الصفحة التالية الخلفية المهنية أنا كمقدم للطلب بأشتغل ولا لا مثلا أنا بأشتغل وين بأشتغل ومتى بلشت العمل نحط تاريخ العمل مثلا بتاريخ معين في حد من أفراد الأسرة بيشتغل مثلا لا إذا كان في حد من نكتب نعم بيطلب مننا قديش عدد أفراد الأسرة اللي بيشتغلوا أنا مثلا بحالتي ما فيه خبرة العمل تطوعي في عندك خبرة بالعمل تطوعية نعم هون آخر نقطة نحن بتقديم الطلب على منح الدافي اللي هي رفع الوثاق قبل ما نبلش بتقديم على الطلب لازم يكون نحن مجهزين الوثاق بصيغة بي بي دي اف رح يطلب مننا بالبداية صورة حديثة هاي منعطي select file بيأخذنا على الملفات تبعنا ومنختار الصورة صورة شخصية هاي طبعا صورة من أصل شهادة الثانوية العامة التوجيه الأردني أو الشهادة السورية بالغالب كلنا رح نقدم توجيه أردني نسخة سارية المفعول من شهادة طالب اللجوة الخاصة بالمفوضية اللي هي ورقة المفوضية صورة من الهوية الأمنية بالنسبة للسوريين آخر شي محط أنه جميع المسندات موجودة من عندنا نعم ومنعطيه للصفحة التالية بس قبل هيك يا جماعة بدي أحكي لكم على شغلة بالنسبة للملفات اللي بدكم تجهزوهن يفضل أنه تأخذوهم السكنر من أي مكتبة بتروحوا على المكتبة بتأخذوا الوثائق معكم بتأخذوا فلاشة أو عن طريق الواتس أب بيبعث لكم ياهن بتحكولوا بدي أسحب هاي الملفات عن طريق السكنر بيساعدكم هو بيبعث لكم ياها بصيغة يا ما بتكون على شكل صورة أو على شكل بي دي اف طبعا كل ملف لحال والصورة لحال الشهادة الثانوية لحال المفوضية لحال والهوية الأمنية لحال فهيك بتسهل عليكم الأمور أحسن ما تصوروهم تصوير من الموبايل آخر اشي بنعطيه الصفحة التالية وهيك نحن بنكون خلصنا كل المعلومات آخر اشي بنقرأ هاي اللي بدي يقراها يقراها هاي نحن نحكي عن أنه أنا أشهد أنه كل اشي أنا قدمته صحيح كل اشي بيخصني قدمته على هاي المنحة صحيح عادي أنه المفوضية تشارك البيانات الشخصية في نموذج الطلب مع لجنة اختيار الدافي ولجنة اختيار البيانات وإلى آخره يعني موافقة أكيد الكل رح يكون موافقة هنا نكتب اسم والتاريخ ما في داعي له هاي خلص تاريخ اليوم تقديم الطلب ونعطيه تسليم بس نعطيه تسليم طبعا أنا ما عبيت بيانات فما رح يسلم معي بس عطيته تسليم بس تنى شوي بيعطيني رسالة أنه أنت خلص قدمت الطلب وهيك منكون نحن قدمنا على منح الدافي أكيد بدي أذكركم بالنهاية ما تنسوا أنه تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقاكم تحطوا لايك للفيديو اللي مش مشترك بالقناة يشترك بالقناة إن شاء الله رح نزل عليها لقدام أشياء بتفيد بيانة دافعية أشياء بتفيد السيفيات كيف نعمل السيفيات والأمور كثيرة اللي بتهم طالب الجامعة عملوا شير للفيديو لأصدقائكم خليوا يستفيدوا منه ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة